السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ الاعزاء. كما وعدتكم ان اعرض عليكم عدة نماذج للتحضير للفرود للفصل الثاني للسنة اولى متوسط. اذا اليوم اتيت لكم بهذا النماذج الثاني. سوف اتدرج في النماذج من الاسهل الى الاصعب. حتى تتمرنون جيدا على النماذج وتكون جاهزين للفرود. اذا قبل ان نبدأ يرجى دمانا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اللي يسير لكم كل ما هو جديد. اذا آآ لدينا هذا الموضوع. نبدأ بسم الله مع التمنى الاول عليه سبعة فاصل خمسة نقطة. السؤال الاول قال لك لبائع ورود ميتين واحد وسبعين وارضة. كم باقى تلتعاش وارضة يمكن تشكيلها? عدنا هذا باعدع ورود عنده ميتين واحد وسبعين وارضة. بغي شكل باقات كل باقة فيها تلتعاش وارضة. قال لك كم باقة يمكن تشكيلها? اذا هذا بالنسبة لسؤال الاول. ثم اكمل المساواة التالية. مائتين واحد وسبعون تساوى تلتعاش ضرب وزائد. اذا هذه بالنسبة لسؤال اول سؤال تاني انقل الجدول الموالي ثم اكمله بوضع علامة ايكس. في الخاهنة المناسبة. عدنا هذا الجدول الموالي في هذا الاعداد تسعمية وتمنتعاش ستها الف وتلاتة ومائة واتنين وتلاتون. آآ الف ومائة وتلاتة عشر. عندك قبل القسمة على ثلاثة قبل القسمة على اربعة. القسمة على تسعة. يعني العدد تسعمية وتمنتعاش. إذا يقبل القسمة على ثلاثة دير علامة X إذا يقبل القسمة على ربعة دير علامة X إذا يقبل القسمة على ثلاثة دير علامة X يعني ضع علامة X في الخانة المناسبة هذا بالنسبة لسؤال ثاني سؤال ثالث أنجز القسم العشرية للعدد 169 على 8 ثم استنتج المدور إلى الوحدة لهذا الحاصل إذن هذا هو التمنى الأول أوقف الفيديو وحاول حلها بأنفسكم تمنظروا الحل معي إذن نذهب إلى حل التمنى الأول إذن إليكم الإجابة من الأول جواب تسؤال الأول لكي نعرف عدد الباقات لكي نقوم بعمل القسمة 271 نقص موار 13 سوف نجد 20 والباق 11 إذن يمكن تشكيل 20 باقة إكمال مساواة سبعنا 20 على 179 13 24 زائد 11 لتعال الباقة التي تلاقيناها إذن هذا هو جواب تسؤال الأول نذهب إلى جواب سؤال الثاني إذن لدينا الإجابة على سؤال الثاني إتمام الجدول عدد 918 يقبل قسمة على 3 ويقبل قسمة على 9 كيف نعرفه قريتوا دروسة على القواسم كيف نعرفه قبل القسمة على 3 يعني نجمع الأعداد 8 زائد 1 زائد 9 تعطينا 9 زائد 1 تعطينا 10 8 18 18 نشوفها ولا تقبل قسمة على 3 نعم تقبل 18 شوفها ولا تقبل قسمة على 9 نعم تقبل إذن نضع ا الثلاثمائة واثلاثمائة وتلاتين عدد ستة زائتين تعطينا ثلاثمائة وتلاتة طينا 11 ثلاثة و 14 14 مرة قبلتش القسمة قال 4 كنتو نعرف بل يا قبل قسمه مراها نشوفو جوج ارقام التالية 32 تقبل قسمه على ربعا اذا يقبل قسمه على ربعا ومية وتلتعاش سيكون نجمع رقم تاعه ثلاثة واحد تضيناها ربعة وزيدها واحد خمسة واحد ستة ستة تقبل القسم على ثلاثة اذا نضع خانة في ثلاثة وبالنسبة لتسعة ما تقبل ستين تقبل القسم على التسعة وبالنسبة لربعة قلنا نشوفو رقمين اخرين تلتعاش لا تقبل القسم على عربة اذا نضع اكس فقط على الخانة على التعالي اذا هذه هي الطريقة تاع جواب سؤال تاني ثالثا انجاز القسم العشرية العدد 169 على تمانية واستنتاج المدور الى الوحدة سوف نجد الناتج 21.125 تدوير الى الوحدة سوف نجد 21 لماذا لان بعد الفاصلة لدينا واحد كان كبير على خمسة تولي 22 كيكون صغير على خمسة نجد المدور الى الوحدة هو 21 اذا مدور الى الوحدة قلنا 21 اذا هذه الاجابة على التمرين الاول والان ننتقل الى التمرين الثاني اذا التمرين الثاني عليه سبع نقاط اعاد رسم الشكل المقابل بدقة مستعمل الادوات الهندسية المناسبة ثم اكمل جدول الموالي عندنا هذا شكل مقابل اعودوا رسموه بالاقياس لنا ما اعطينا منكم تعال زوايا رسمه بالمدور والمنقالة ثم اكمل جدول مقابل عندنا الزاوية وعندنا القايس وعندنا النوع املأها للجدول وتانيا في نفس الرسم انشئ بالمدور والمسطرة نصف المستقيم اس اهم منصف للزاوية دي اس اف اذا هذا هو التمرين الثاني حاولوا حالاته ثم انظروا للحل معي اليكم جوابت على السؤال الاول اعاد رسم الشكل بدقة مستعمل الادوات الهندسية ورسمه منصف تعال زاوية اذا ستعود رسموه هذا الشكل ومنصف تعال زاوية اريدكم كما هي بالمدور والان اتمام الجدول عندنا زاوية او دي سي القايس تاحة 75 والنوع التاحة حادة والزاوية باس اف القايس تاحة 180 درجة والنوع التاحة مستقيمة والزاوية دي اس اف القايس تاحة بس نحسبوه ان دوله 180 درجة ناقص 50 تلاقوا 130 والنوع التاحة منفرجة اذا هذا هو اجابة الثماني الثاني نتوقف الى هنا ونتقي في موضوع اخر سوف اضع لكم موضوع اخر ان شاء الله راجعوا هذا الموضوع والموضوع الاول يدرته لكم راح ايضا في القناة شكرا على المشاهدة والى اللقاء في موضوع اخر ان شاء الله